انطلاقا من رؤيتها الهادفة إلى تحقيق تخطيط حضري مستدام وخدمة تنافسية نظم دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة ورشة عمل تحت عنوان أنسنة المدن المفاهيم والتطبيقات وذلك في مجمع الشارقة للبحث والتكنولوجيا والابتكار بحضور سعادة المهندس خالد بن بطلمهيري رئيس الدائرة واستهدفت الورشة التعريفة بمنطلقات تحقيق أنسنة المدينة من حيث جعل الإنسان محور التخطيط والتصميم الحضري وتعزيز تفاعله مع بيئته بحسب التجارب المحلية والعالمية